موسيقى واتبعوا ما تتلو الشياطين الشياطين سبق تحدثنا في الشيطان وممكن يكون الشيطان طبعا ايش انس وجن وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن اذا الانس فيهم في شياطين ولا ما فيه اللي بصير حياته كلها باطل اماله باطل سلوكه باطل بطرب على الباطل بنفر من الحق واذا ذكر الله سبحانه وتعالى يشمعز ايش هذا معقول بيوصل لها الدرجة بيوصل بيوصلوا وبنعكس هذا على نفسياتهم وسلوكياتهم اه وبنصير نسميهم مجرمين وبصير وبصير واتبعوا ما تتلو الشياطين هل هي شياطين انسية ولا شياطين جن ما هو على اي حال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين ايش الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورة ما هو الشيطان اصلا بوسوس بوسوس بس الوسوسة لما بتلاقي محل الها لما بتلاقي محل الها وتفاعل ها وتفاعل هذا خلص معناته شياطين الانس اتصلت للجن بالانس وبما انه الجن برضو يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم فاكيد بيأخذوا عنا كمان في منهم مؤمنين بانبسطوا بسمعوا بجوز ها زي كل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجب يهدي الى الرجد فآمن اذا بسمعوهم بسمعو بيأمنو وفي في المقابل من شياطين هم ايش بيطربوا على جماعتنا الشياطين ها فهم بيأخذوا مننا يبدو اكتر ما بنأخذ منهم احنا لانه مؤمن يراكم هو من حيث لا ترونهم الان انو اذكى وانو اللي عنده قدرة التحليل والتقعيد ووضع الاسس للفلسفات والمبادئ يبدو احنا ويبدو بيأخذوا مننا وبرجعونا كمان في عبر الوسوسة ها اذا واكتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان على على ملك سليمان على واضح انه معلته في كذب مش احنا منقول يفتري على طب فلان يتقول على فلان شو بتفهموا منها فلان يتقول على فلان يش يعني يعني عم بقول بينسب له اقوال ما قال هاش اذا هم يتقولون على ملك سليمان طب ليش سليمان بالذات اذا هم بيكذبوا ودائما افكرة في الكذب بينسبولا مين بينسبولا مين مشان الناس تصدق تصدق اليوم كثير في ناس افكرة في الفتاوى في الفتاوى بيبقى يفتبن عنده مشان يقنع الناس شو بعمل كم بنسبها لعلماء مشهورين قال فلان وقال فلان وقال فلان هاي قال فلان بنسبها لمين مشان يصدقوه مشان يصدقوه وهذول من اجل انه مشوا باطلهم بنسبوه لمين لزمن سليمان لانه معروف انه زمن سليمان كان في اوج اوج الحضارة وكان مسخر اله الشياطين والقرآن ذكر قضية تسخير الريح ويعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا على داود شكرا يعني كان شيء يبدو خوارق على يد داود عليه السلام وعلى يد سليمان وانه سليمان كانت عنده هالقضايا الخوارق هاي نتيجة عنده الاثرار التالية عنده الاثرار التالية واحد اثنان ثلاث اللي هم بيزعموا انها ايش واتبعوا اذا صار واضح ان شاء الله واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان انتبهنا على وما كفر سليمان اه معناته اصبح واضح اذا هم ما يأتون به كما نلاحظ ما هو السحر رح يكون يبين معنا السحر اذا ما يأتون به من السحر هو ايش كفر كيف عرفنا وما كفر سليمان سليمان بكفرش سليمان لا يتعامل بالسحر واليهود على فكرة فيما يسمى بالاهد القديم هم مثلا بذكروا سليمان وين في اخبار الملوك وفي اخبار الايام وفي اظن سفر اسم السمائل يعني بذكروا اخبار داود واخبار مين سليمان في عدة اسفار على فكرة واضح انهم اليهود بيسيء لسليمان متعمدين لانه سليمان كان بدهم اياها عنصرية بدهم اياها عنصرية وسليمان عليه السلام مخدعهم للحق ها ولذلك صاروا يفتروا عليه وهم بذكروا انه بعد وفاة سليمان عليه السلام جاء جول ابنه رحوا بعام وقالوا له بدنا النير اللي وضعوا ابوك في اعناقنا اتزيله خلاص هاي هون بقولوا كاين فيه نير وانتو عارفين النير الخشب اللي بوضعوها في رقبة البقرة مشان يحرثوا عليها واللي فيما بعد كانوا الاسرة شو يعملوا في الاسرة يحطوهم في خشب في ايديهم وعناقهم خلاص بقدر بسكروا عليهم مشيك؟ تقول خشبهم هذا النير النير فالمهم اذا هم بذكروا ثم بقولوا انه عبد الاسنام شوف تصوره بقولوا في الاهد القديم عبد الاسنام ارضاء لزوجات الوثنيات وكان ظالم بس بقولوا انه حكيم وكان ساحر ومات كافر ما لاتوا حقدين عليه حقدين عليه ليش فيه ولذلك اذا بتذكر احنا سبق لفتنا لانتباه انه ذكر سليمان عليه السلام في القرآن الكريم كثيرا ولا مرة ذكر سليمان فيه ريحة لبني اسرائيل واليهود تفش تفش في اسمه مش موجود قصة سومالها علاقة باليهود بالمرة دولته اذا بتلاحظوا فيه موضوع سبأ ومش سبأ فكاين هم جزء من الدولة هم ولذلك هما بيروه انه جيش داود وجيش سليمان اكثر من غير اليهود كان من غير اليهود فمعنته فيه قصة مع سليمان عليه السلام معهم وبدو من حرفه ومانعهم بعد ما بعد افك لما مات سليمان شقوا الدولة شقوها وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هذه جملة يعلمون الناس السحر بيّنت شمعنات كفروا إذن هم ولكن الشياطين كفروا وإنت كفروا في حال إنهم كان يعلموا الناس السحر إذن السحر هاي مرتين صار صار مشعرك إنه السحر كفر مرتين اشتركوا في القناة